اشتركوا في القناة السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بهذه المناسبة مشيدا بما تحظى به المرأة البحرينية من دعم من الحكومة الموقرة لتقدمها وتمكينها في مختلف المجالات والقطاعات ودعم جهود تكافؤ الفرص وفق منظومة تنفيذية وتشرعية حضارية رائدة وعبر رؤية وطنية جامعة في مواجهة كافة التحديات وخلق الفرص النوعية وتحقيق الإنجازات بإرادة وطنية وشراكة مجتمعية حملت اسم فريق البحرين والمضي قدما في تنفيذ برنامج الحكومة الموقرة ومبادئ وأهداف رؤية البحرين 2030 وقد أعرب المجلس عن عميق تقديره وامتنانه بدعم وتوجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله في تقدم المرأة البحرينية التي نالت الإشادة الدولية والمكانة العالمية الرفيعة وأصبحت نموذجا متميزا لدور المرأة في مساندة جهود الدولة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا ويؤكد المجلس بالغ تقديره وفخره واعتزازه بدور المرأة البحرينية التي شاركت في الصفوف الأمامية ضمن فريق البحرين والتحية والتقدير لجميع نساء مملكة البحرين العاملات في الصفوف الأمامية في المجال الطبي والصحي خصوصا وفي كافة مجالات وقطاعات العمل الرسمي والخاص في جهود مواجهة جائحة كورونا والتعافي منه لتساهم في صياغة قصة نجاح لمملكة البحرين تعد مثالا واضحا لدور المرأة القيادي في مواجهة كافة التحديات